بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة بريب 3 تعال ونبدأ سوا في يونت جديدة يونت 3 ممكن ما تكلمناش في الحدوثة دي قبل كده في ولا سنة بس هنتكلم عن التريد اللي بتقدر نعمل لها ترانسميت من البيرنت للأوفيس بريم بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا سبسكرايب بقى للقناة وفعلوا زر الجرس ولايك وشير وكمانت على الفيديو وانضموا لينا على الفيسبوك الجروب وكمان التليجرام كل اللينكات دي ومعاهم لينك الملزمة اللي بنشتغل منها هتلاقوها في الديسكريبشن بوكس سندوا الوصف تحت الفيديو يلا نبدأ سوا يونت 3 يونت 3 بنتكلم عن فكرة جديدة وهي فكرة الهيريداتري يعني ايه هيريداتري هنتكلم عن التريد كلمة تريد دي أخدناها الترم اللي فات بس تعالوا نعيد ونزيد فيها تاني كلمة تريد يعني الصفات اللي موجودة في البادي بتاعك لون شعرك لون عينك طويل قوي وهكذا شعرك كيرلي ولا ستريد طيب التريد اللي حوالينا دي أو التريد اللي عندنا دي عند الليفينج أورجنازم كلها فيه منها تو تايبز يا إما هيريداتري تريد يا إما هيريداتري تريد يعني ايه هيريداتري يعني ينفع تتنقل من البيرنت للأوفيس برينج كلمة أوفيس برينج دي برضو حتتكرر معنا كتير يعني الجنوريشن اللي جاي يعني مثلا يقولك آه أصللون عين وخضرة زي بابا بالزبط كده هدي هيريداتري تريد لكن الأكوايرد اللي ما ينفعش ترانسمتل أما لإيه لازم حضرتك تكتسبها لوحدك زي مثلا نقولك بلاينج فوتبول لأ عادي بابا ممكن يبقى بيعرف يلعب كورة وانت مش بتعرف تلعب كورة لأن دي بتيجي بالتمرين بالإكسر سعيس وهكذا يبقى الهيريد تريد تريد دي تريد اللي ترانسمتل من وان جنوريشن لانادر الأكوايرد نفس الدفناشن بالملي بدل or هحط بدلها aren't دي تريد اللي aren't transmitted من جنوريشن لانادر زي مين قلنا أغلب الكالرز موجودة عندنا في الهيريد تريد يعني الكالر بتاع الهير بتاع الاسكن كمان النامبر اوف فينجرز والبلود جرو ايه النامبر اوف فينجرز دي مش اسمه كلنا عندنا فايف فينجرز احنا يا شباب الهيريد تريد او حدود التريد كلها مش بنتكلم عن بس الهيومن عن كل living organism يعني مثلا الفش ما عندهاش فينجر فحيطلع كل الوفيس برينج منه وما عندهوش فينجر وهكذا الاكوايرد هتلاقيها كلها حاجات بنتعلمها زي playing football, swimming, speaking language, walking في children الاطفال اول ما بيتولدوا بيقوموش بيعرفوا يمشوا وبيعملوا ايه؟ مش قاتلوهم بقى تريد من البيرنت لأ دي acquired treat science اللي related بالحدوتة بتاعة الهيريد تريد والحاجات ده اسمه genetics science اللي research عن transmission of hereditary treat من generation لأ نظر ان هو بيشوف similarities with differences بين البيرنت والوفيس برينج يعني مثلا مسكوا عيلا كده وقعدوا يدور اه ده الcolor بتاع الهير بتاع البيرنت كان light وبتاع الوفيس برينج كان light برضو دي similar شايفت differences لا ده الcolor بقى بتاع الاي بتاع البيرنت كانت blue مثلا وبتاع الاوفيس برينج اللي هو الgeneration ابنه يعني او بنته ايه ما كانش لونها كده دي كاتلونها دور اهو شايف similarities وشايف differences ما بين البيرنت وما بين الاوفيس برينج ومنها قرر ايه التريت اللي بتقدر تعمل transmit وإيه لا science ده زي ما قلنا سميناه genetics هاللي بالك انت خدت قبل كده كلمة gene وحتاخدها برضو في الليسون ده science ده اللي related بالجين اللي هو شايل التريت عشان كده سميناه genate قبل ما نبدأ في الليسون وندخل في الحدوتة بالضبط لازم نفتكر ثلاث كلمات لان هنفضل نقولهم كتير في الليسون ولو انت مش مركز فيهم او مش فاكرهم كويس من prepto هيبقى الموضوع فيه مشكلة عندنا حاجة اسمها hermaphrodit flower احنا كنا شوفنا الفلاورز زمان في منها كذا شكل تعالوا نرجع كده ونشوف دي شكل الفلاورز زي ما اخدناها زمان قلنا الفلاور عندها كذا part اللي يهمني قوي البارت ده ده اللي اسمه الستيمان كله على بعضه كده اسمه الستيمان وكان عنده حاجة فوق كده اسمها الانثر ودي اللي كانت بطلع البولين جريم اللي هي الميل جميلا في البلانت وعندي ارجان تاني اللي هو شبح الفلاس كده وده اسمه الكاربل وده الفيميل ارجان وكان بيطلع الفيميل جميلا اسمها اوف ده الميل بتاعنا ودي الفيميل اللي عندها ده الأورجان أوف ميل وده الأورجان أوف ميل وكنا بنشوف الفلاورز فيه منها تلت أشكال يا إما عندها الفيميل أورجان بس وكنا بنسميها فيميل فلاور يا إما عندها الميل أورجان بس وكنا بنسميها ميل فلاور يا إما عندها الفيميل والميل أورجان على نفس الفلاور زي ما أنت شايف ودي اللي بنسميها هرما فرودت فلاور هي دي اللي حنجيب اسمها المارض كان عندي برضو حدوتة اسمها البولينيشن وهي معناها ان البولين جرين اللي طلع من الانثر دي توصل للستجما اللي موجودة في الكاربل دي فكان عندي شكلين من البولينيشن الشكل الاولاني اسمه سلف بولينيشن وده ان الانثر بتاع فلاور تعمل ترانسفير للبولين جرين بتاعتها للستجما بتاع The Same Flower علشان كده سميناها سلف لان نفس الفلاور اللي عندها بولين جرين او اللي بريديوس البولين جرين هي نفس الفلاور اللي فيها اللستج او مش نفس الفلاور قوي بس على نفس البلانت يعني ادي ستم واحدة وعندها الاثنين فلاور الانثر دي راحت للستجما دي الحالتين اسمه سلف بولينيشن علشان ده في السام فلاور او في السام بلانت النوع التاني اسمه ميكسد بولينيشن وده اللي حصل فيه ان البولين جرين بتاعت الانثر دي ترانسفير للستجما بتاعت فلاور تانية خالص اه من نفس الطيب من نفس النوع يعني لكن مش نفس البلانت ولا نفس الفلاور تبقى الثلاث كلمات نفتكرهم تاني هيرما فرودت يعني فلاور عندها ميل وفي ميل جميد في نفس الفلاور سلف بولينيشن يعني البولين جرين بتاعت الانثر وصلت للستجما لنفس البلانت في نفس الفلاور او الفلاور تانية بس في السام بلانت والطيب الثالث اللي اسمه ميكسد بولينيشن او الشكل التالت يعني الاسم الثالث اللي اسمه ميكسد بولينيشن دي الانثر وصلت للستجما بتاعت بلانت تاني بعيد خالص من نفس الطيب طبعا لكن في بلانت تاني خالص في زرعة تانية يعني هذي الكلام اللي كنا بنقوله الهيرما فرودت دي الفلاور اللي شايلة الميل والفي ميل أورجن self pollination يعني transfer the pollen grain من أنثر للستيجما في نفس الفلاور أو في فلاور تانية في السيم بلانت أما المكسد لا ما فيش سيم خطص تترانسفير برضو للبولين جرين من أنثر للستيجما بس في another flower في another plant بس زي ما اتفقنا لازم يبقى من السيم كاين إحنا كل ده ما بدقناش قوي في الليسور إحنا كل ده بنمهد علشان الكلام اللي جاي لو الكلمتين دول مش مفهومين هتبقى الدنيا عندنا صعبة خطص على أساس الكلام اللي حكيناه ده طلع لنا scientist سميناه founder of hereditary اللي بقى سميناه كده علشان على experiments اللي عملها على شوية التجارب اللي عملها على ال pea plant على البسلة وحنعرف ليه شميعنا البسلة كمان شوية بس يعني على ال experiment اللي عملها دي والinformation اللي طلعها دي هو اللي اكتشف وحط لنا principle والبيزيس اللي بدينا بيها الساينس الجديد اللي اسمه ال hereditary ده او الحدودة بتاعت الوراس ايه التريت اللي تتنقل التريت اللي ما تتنقلش وش معنى ده تنقل وليه ده ما تنقلش كل الحدودة دي اللي حط البيزيس بتاعتها كان الساينتست اللي اسمه مندل وقلنا ان ده ال first founder of hereditary على اساس ال experiment اللي عملها بدأ الساينتست كله ده يتعمل وبدأ بقيت الساينتست يفهموا حدودة التريت دي ماشي يزي السؤال طبيعي اللي جاي في دماغنا كلنا اشمعنا البسلة يعني ليه البي بلانت هي اللي اختارها علشان يعمل ال experiment بتاعته دي في الحقيقة مندل اختار البي بلانت علشان six reasons اول reason ان هي easily to be planted وgrow fast يعني ايه يعني سهلة زرعها لو زرعتها في حتة ارض جنبي حتطلع لو زرعتها في بود في البلكونة حتطلع easily to be planted مش محتاجة بقى نحرص الارض ونعود نحفر جامد ونجيب حاجات غريبة علشان تطلع لا هي easily planted تاني حاجة سيبك منها شوي يعني الكنهنة دي على جنب ثالث حاجة ايه ان life cycle بتاعتها short يعني بتبقى seed الاول وبعدين تكبر وتطلع لي plant وتعمل grow وتطلع لي fruit كل الحاجات دي بسرعة life cycle بتاعتها short يعني حتنجزني مش هقعد استناها كتير واقعد بالشغور جنبها لغاية ما تطلع لي fruit عشان اكمل ال experiment طيب الفلاور بتاعتها hermaphrodite بس خلاص احنا عارفين بقى يعني ايه hermaphrodite دي طيب يعني ايه hermaphrodite دي هتساعدني في ايه ليه مبسوط ان ال pea plant طلعت hermaphrodite علشان كان pea self pollinated ممكن تقدر تعمل self pollination لان ال hermaphrodite عندها الميل وال female organ في نفس ال plant وهي دي فكرة self pollination طيب مش بس كده لو مش عايز تعمل لها self pollination فهي عادي easily artificial pollinated يعني عادي جدا ممكن تعمل لها انت النوع التاني اللي اسمه mixed pollination تجيب انت البولنجرين اللي انت عايزها وتوصلها للستيجما اللي انت عايز يبقى هي hermaphrodite تقدر تعمل self pollination وكمان لو عايز نعمل لها artificial pollination سهلة برضو طيب كمان حاجة انها produce large number of plant engineering يعني في المرة الوحدة هتطلع لي p plant كتير قوي مش هاعد استنيها مثلا الفترة اللي هي بتاعت life cycle بتاعتها عشان تطلع لي وحدة بسل لا هتطلع لي huge number طب number تولي ركنيها دي بص هيت بان صعبة لكن هي في الحقيقة سهلة قوي بيقولك ان ال p plant عندها several مش عاكبك several مني زي الفول pair of easily recognized contrasting trait يعني ايه الكلام ده يعني ال p plant اللي انت شايفها سهلة وبسيطة دي عندها traits كتيرة trait وعكسها contrasting trait يعني مثلا لو انا هتكلم عن ال flower color ال color بتاع ال flower بتاع ال p plant ممكن يبقى white وممكن يبقى red اه طب ويه المشكلة يا ميس يا شباب انا لو انا بقولك طلع لي الفرق ما بين اتنين plant واحدة لونها white والتانية لونها yellowish white صعب تطلع الفرق ليه علشان حساسية العين مثلا للضوء ممكن اشوفها دي ابيض شوية وممكن لو الجو مطرب فحشوفها yellowish white التاني اللي هو مش نافع لكن دي لأ دي عندها white او red طب مش لازم دي كمان seed color عندها seed اللي هي البذرة بتاعت البسلة اللي احنا بنأكلها دي يقيم ما يبقى لونها green يقيم ما يبقى لونها yellow سهلة برضو ان انا افرق عشان كده بنقول انها easily recognize seed نفسها ممكن تبقى smooth ممكن تبقى wrinkled يعني مجاعدة محززة كده زي ما يكون عجوزة في السن ممكن يبقى plant كله على بعضه tall او ممكن يبقى short احنا هنقول الكلام ده بالتفصيل وحنشوف الكلام ده بعنينا بس انا بفهمك حدوتة ان هي عندها صفات كتيرة من اللي هي النوع اللي اسمه easily recognize contrasting trait التrait اللي سهل ان انا اقدر اعمل differentiate ما بينها يعني الفروق ما بينها جمدة يتبقى tall قوي يتبقى شورطة قوي يتبقى yellow يتبقى green فانا بيعيني هقدر افرق ما بينه طيب ايه بقى الexperiment اللي الاستاذ مندل عملها وعرف بيها الحاجات اللي بنتكلم فيها والtrade والhereditary والكلام ده كله في الحقيقة انا مش هتعبك واكتبلك الexperiment كله احنا هنحكي الexperiment ونطلع المهم اللي احنا عايزينه ونحفظه بس طبعا بعد ما نفهمه بالexperiment الحدوتة بتقول ايه تعالا نحي الحدوتة بتقول ان مندل اختار اتنين p plant واحدة منهم السيد بتاعتها شكلها yellow واحدة منهم السيد بتاعتها شكلها green حلوة قوي وبعدين عمل ايه خلى كل واحدة منهم يعني خلى اليلو دي لوحدها كده تعمل مع نفسها self polynesia وخلى الجرين برضو مع نفسها كده تعمل self polynesia ليه يا استاذ مندل عملت كده ليه قالك علشان اتأكد ان اليلو دي pure يلو يعني يلو بجد يعني مش مثلا هي اصفرت او مش مثلا التريت ظهرت كده مرة بالغلط احنا رسه مش راهمين الحدوتة ماشي ازاي نفس الفكرة في الجرين يبقى choose two bee plant واحدة منهم yellow seed والتانية green seed وخلى كل واحدة تعمل self pollination كذا مر ليه قال لي to be sure purity of trade دي ان كل تريت منهم دي pure تريت طيب وبعد كده عمل ايه بعد كده جاب ال bee plant دي وشال الل بتاع بتاعة انهي plant اخذ اليلو وشال الليستيمان بتاعتها قبل ما الانثر بتاعنا دا يبقى mature يعني ما عرفتش تعمل self pollination تاني خلاص لانا قطعت الانثر خالص الليستيمان يعني كله علشان ايه علشان اتأكد ان ال plant دا خلاص مش هيعمل self pollination انا هنا عملت self pollination عشان انا عايز كده لكن دلوقتي انا عايز ويستب بق خلاص مش هيعمل self pollination اجبير ازاي شال الليستيمان خاص طب حلوة او يبقى دي عندنا الحدوث الاولانية اخترتو بي بلانت واحدة yellow seed والتانية green seed خليهم يعملي self pollination عشان يتأكد من purity of trade تاني ستيب عمل remove للستيمان بتاعة الفلاور دي قبل ما الانثر يبقى mature ولما سألنا ليه قلنا علشان اتأكد ان البلانت ده مش هيعمل self pollination وبعد كده عمل ايه فكر البلانت اللي بتطلع green seed او خد البولين جريم بتاعتها ونقلها على الليستيجما بتاعة البلانت اللي شال منها الليستيمان من شوية اللي هي اليلو تاني ال green seed اخد البولين جريم بتاعتها وحطاها عند الفلاور اللي كاب بتطلع لي yellow seed اللي انا لست شايل منها الانثر بتاعها دلوقتي اللي شايل اللي منها وبعد كده عمل ايه ام غطي اللي استيجما خلص يعني بعد ما نقل لها البولين جريم غطى اللي استيجما بتاع البلانت ده ولما سألنا ليه غطيت اللي استيجما ليه قالك بس علشان انا حطيت يعني مش عايز اي بولين جرين تبقى موجودة في الاير مثلا احنا خدنا السنة لفتت ان البولين جرين دي تبقى موجودة حوالنا في الاير وعلى فكرة هي دي اللي بتعمل لنا الحساسية ساعات اوقات الروبي طيب مش عايز بقى البولين جرين اللي ممكن تبقى طايرة او الانسكت اللي عشان اعمل بريفنت لأي كروس بولينيشن ممكن يحصل تان وبعدين اخذ البلانت الجديد اللي عمله بولينيشن ده وزرعه وقعد يستنى حيطلع لي سيد لون هاي افتكر يطلع لي يلو ولا يطلع لي جرين لقى الجنوريشن اللي طلع ده لقى السيد اللي طلع كل لون هاي يلو يميش ولا واحدة جرين ولا واحدة جرين يعني طلع الجنوريشن بتاعه الفرست جنوريشن ده كل يلو سيد وان هانرد برسند مفيش ولا واحدة جرين الجرين كالرد سيد دريد دي دي سابير كومبليت طيب ولما فكر كده وسأل ليه قالك بس يبقى يلو كالر بتاع السيد دي هسميها دومينانت يعني ايه دومينانت تريد يعني تريد شطرة يعني تريد مفترية أو يعني طول ما هي موجودة هي بس اللي تظهر في ستور والسيد التانية الجرين يعني دي الغلبان هسميها ريساسف تريد ليه سميناها ريساسف تريد أصلاها ما تقدرش تظهر طول ما الدومينانت المفترية موجود يبقى سمينا اليلو كالر افسيد دومينانت تريت علشان هي دومينيت اوفر دي جرين هي اللي ظهرت عن الگرين وهي اللي أبير في الفرست جنوريشن بالبرسنتج وانهان اما اللي الجرين بقى ليه سميناها ريساسف قولنا ريساسف دي علشان هي ديسابير كومبليتلي في اول جنوري طيب ما كفاش من للموضوع لغاية كده لما طلع لي كل يلو قال لك لا استان انا هعمل بقى سلف بولينيشن يعني البي بلانت اللي طلعتلي يلو 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 دي هخليها لوحدا هتعمل سلف بولينيشن كده مع نفسها علشان اشوف التريت اللي هتظهر هتبقى يلو برضو بس ولا هيظهر لي جرين ولا هيظهر لي جرين بس ولا الحدوتة هتمشي ازاي قال لك لا اللي ظهر اللي اتنين عمل سلف بولينيشن ظهر يلو وظهر جرين بس البرسنتج بتاعت اليلو كانت اكبر كانت 75% يلو و 25% جرين قال لك بس على الكلام اللي قولنا ده كده فيه كلام كتير اوي احنا فهمناه فهمنا ان اليلو دي سميناها دوميننت والجرين دي سميناها ريسيسف وان الدوميننت بس هي اللي ظهرت في الفيرست جنوريشن لكن اللي اتنين ظهروا في السكند جنوريشن اهل ريشيو مش مظبوطة مش النص بالنص يعني لكن اليلو 75% والجرين 25% تعالوا نرجع ونشوف الجيب ريسون اللي ريليتد بالأكسبرمنتج قولنا ليه عمل سيلف بولينيشن للبلانت اول مرة اه ميني تايمز قولنا علشان بي شور أوف بيوريتي أوف تريت رجع بعد كده شال الستيمن من شوية فلاور وقال لنا اذا انا عملت كده علشان البلانت دي خلاص ما تعملش سيلف بولينيشن وبعد ما عمل لها هو بولينيشن من عنده اما عمل كافر للستيجما بتاعت الفلاور وقال لنا عشان ما تعملش تاني كراس بولينيشن انا خلاص حطيت البولين جرين اللي انا محتم ولما قلناه ليه اليلو كالر سيدي سمتها دومينانت قال لي علشان هي دومينيت أوفر ذا جري سيطرت اكتر من الجري وظهرت في الفيرست جنوريشن هي بس طب يا استاذ ميند الليه الجرين سمتها ريسيسف اللي يصلها ديسابير كومبليتلي في الفيرست جنوريشن كده حكينا الاكسبورمينت بتاعت ميندل وبدينا نفهم الموضوع المرة الجاية هنكمل بإذن الله ونفهم حاجة اسمها البرينسبل أوف كومبليت دومينانت وناخد كمان بداية أول لو معينا للميندل فيرست لو ذاكرو كويس واتمنى لكم كل التوفي اشتركوا في القناة